كتير ماشي؟ في ايه يا دعاء؟ مالك يا أختي كده حيصة ولايصة مش على بعضك يلا يا ماما خش البسي عندنا شغل شغل ايه يا بنتي؟ انت زيح تنزلي الشغل وانت في الحالة اللي انت فيها دي انت برضو مصممة يا دونيا؟ يا أختي ما كله قارف وتعب واحد ومدام تعب بتعب يبقى نختار التعب اللي فيه مصلحتنا يا أختي ده إيه الحكم دي كلها؟ الدنيا بتعلم يا دعاء والكبار يا أختي بيعلم أكتر يلا يا ماما خش البسي عندنا شغل يا ريتنا بقى زيك يا دونيا مش فرق معي حاجة تلحق يا حسنبي فيها يا برا الوادي زين عامل مصيبة في الصالة وستشف يا ابنتي مالك بتتحكي بايا؟ بتتتحكي بايا؟ مالكي زيني مالكي زيني عالكي زيني راصة مالكي زيني راصة مالكي زيني راصة يا حربي يا حربي اخلص عليها يا حربي ايه يا حربي انت مكنون انت بازال تفقد خالص يا عبدالله خلاص يا عزانبي خلاص حصل خير ايه المو انت برا اللي هيعرقب منه وكاسهنه ازماغي ايه فيه يا اخواني فيه ايه يا حربي حربي خذ زينه وطلعوا اللبتي يلا يلا بنا زين يلا زين يلا تبطع يا زين اقولك ايه عايزك تاخد الرجالة وتطلع ورعال دول تتأكد انهم خرجون كبارية واللودي اللي اسمه زين ده رجليه ما تعتبت كبارية تاني يلا فيه يا عزاني فيه يا عزاني ما انت فاهم الظروف يا اخد وزي الشيطان وقلصر وزي الشيطان انا اللي غلطان اسمعت كلامك وادخل الاشكال دي الكبارية عندي بقى كبارية بتاع عزام يحصل فيه كده خلاص يا عزام خلاص ماشي يا عمدرش ماشي انا حصبر بس لحد الظروف لي متعديه وبعد كده تمالي يتصرف معاه بلغ صاحبك الصيع ده الايام بيننا وبعد كده هارف اكد حق تلت ومتلت مني ايه ده زين ايه ده كده هوقف اتكلم معي امار الله قدت لك اصر دعاء عندوني يا حاربي عملت لي قد من فين وقد من عجيب محدش بيعمل حاجة غصب عالي ماشي يا حاربي وانا كمان هعمل لي في بالي ومحدش هيمنعني يا حاربي استنى بس يا زين الله انت كده هبا وصلنا كل حاجة ان شاء الله تخرج انا هبعدوني عن دعاء يا حاربي صلقت لهم هم الاتنين استنى بس يا عام زين الله اتا وقفني يا حاربي يا زين بطلت لك المتاعك ده ايه ها ماله زين هو زين كده طول الوقت عنده عصب مكشوف ويعرف دعام من ايه متربين مع بعض يا عن طربية ويعني معلش 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 عن طربية مش عايزك تزعل من اللي حصل يعني ولا تزعل من زين هو غشيم ومدب بس قلبه بيض وطيل وصحبي ويعني لو احتاجتوا في اي حاجة هلاقي كتفه في كتفي ولو حتى فيها موته تعجبني تدعم وشاهد طيب سيبك بقى من زين وخلينا فين احنا انا ان شاء الله عن طربية هلاقيحك على اخر انا بقولك يا ما تجيجي معهاي ها هنقبعد كده حتة هادية ها عشان نعرف ونتكلمه بيه رأيك ماشى عن طربية يلا بيهن خلاص ببقى يا دعاية حرم عليك نفسك كفاية عيات الموضوع خلص خلاص ها ده خلص يا دنيا انت عارفة هاني ايه سان يشوفني انا بالمنظر لانا كنت في ده يا ختي ما يشوفك هو انت كنتش عملت ايه ايه دي بقى حرم عليكي انا عمري ما حارف ارفع عيني في تاني عيني هتفضل مكسر قدامه طول عمري بقولك ايه بطلي هبن عشان الكلام ده بيحرق دم يعني انت شغلك هنا احسن من كافاتيريا ما طبعا احسن من كافاتيريا والله اصلا البه بتاعك كان جاي هنا يعمل ايه ما كان جاي يصهر ويشهيص والله هو يعني حلال عليه وحرام عليه نحن احنا هنا جايين بنشتغل مش جايين نسكر ونتسرمح تفتجلي يا دنيا ازا ممكن يا سامح لي وينسى الله حسن با بتقولك ينسى بقولك ايه انا مش حارد عليكي لانو الكلام اللي بتقوليه دوت مش داخت زمتي بنكلة لو بيصرف عليك يا حبيبتي خليقتي على المصروف يا اما يروح يعد الارض ايه دي ايه دي يا ماما عرفي مصلحتك فين حرام عليك اللي انت بتعملي في نفسك بنت لسه تعزل شبابك خليني بقى روح اشوفها ازايا ده تلاقي زمانو دلوقتي مولع ما وكان بيجي قبل كده بسلامته علشان يشوفك اشمعنا المرة دي لما شاف الست دعاء الجهن الوشاط وعمل القلق ده كله هنعملي بس يا عزام بيه عقله صغير نمنامع عاصة فيري بدي انت انت هتلف وطور علي هات من الاخر احسن ما هو بصراحة صراحة بقى من الاخر الواتزين بيحب دعاء وفي بينهم كده نظام ان هم صغنانين اه حبيبتي القلب يعني حاجة كده يعني وطبعا هو ما كانش عارف انها بتشتغل هنا اه بس عارف دلوقتي ما تخافش يا عزام بيه انا حواصي حرب ان هو يعقله وكل حاجة هترجع زي الفل وزي ما انت عايزه اكتر كمان طب دلوقتي بقى بعد الغندور ما شاف الغندورة وهي بتربص وبتغني هنا تفتكر الست دعاء هتكمل معانا هيا وشوقها بقى انا اهم حاجة عندي زي عليك انت يا عزام بي والله اصلي هي وزين من طرفي ماينفعش لو انت عايزاني مزعالش منك فعلا لازم تقنية دعاء ان هيتكمل معانا شغول هنا اش معنى انت هتخدش اللي قافع بيدي اه لأ يعني مش قاصدي بس يعني انت اول مرة شوفك كده متمسك بحد بالشكل ده ايوا ستة اصلي بصراحة كده رشوان بيه معجب بيها ورشوان بيه ده صاحبي وانا مقدرش على زعله فانا عايزة تفضل وياه وقدام شوية كده انا حرميله بنتين تلاتة لحد ما تعجبه واحدة تانية ساعتها بقى تقعد تمشي تغور في ستين دهية مش هتبقى فرقة معايا اه انا كده بقى فهمت ما تخافش يا عزامبي انا هقعد معايا وحلايا دماغها كويس قوي وساعتها بقى تبقى حبيبة بابي والنعمة ده بس اللي يهمني يا حبيب قلبي يا بابي يا كدهبة فضل يا حربي ايز الفضلك يا عن طربي هنا بابا نتكلم براحتنا بكل رواجة مش كنا جينا هنا من الاول اهو ما كانش حصل اللي حصل ده فوتك وليه اللي حصل تعالي نتكلم فين اللي حيحصل ايه رأيك يا حربي نبدأ صفحة جديدة اه وانا وعدك وقعد شرف ما حدش يزيك انا عارف انك مأمن نفسك زين عشان اللي حصل يعني ايه جولك ماشي يا عن طربي نبدأ صفحة جديدة بس ما يبقاش فيها غدر انا وعدك وقعد شرف المشكلة مش فيك يا عن طربي المشكلة في التانيين دول عم رشوان وعم عزام واحد عصبي ومتهور وراكب دماغك والتاني ما اعرفش حتى تنقلب من قرنا ليه من الاخر كده دول غلويين ومش مضمونيين انا وعدك محدش منهم يقدر يجرب منك مشي بس النوبة الجاية مفيهاش شجوع عارفة حربي لو صدقت معي طبقات جدع راجل اخدمك بعناية التنين قول ليه ايه اللي في دماغك والله يا باشا اللي في دماغي كل خير طب قول لي عليها فهمني خلينا معاك على الخط يعني الحقيقة عن طربيه انا عندي اقتراح هيريحنا ويريحكم عن اخر دو ايه البضاعة الوقتي كانت خارجة من مخزن رشوان رايحها عن مخزن عندك صح الكلام؟ ايه وبعد ايه واللي انا فهمته ان البضاعة بتروح على مخزن رشوان ومن هناك بتغرب تتحطف عربية من عربياته والعربية دي بتوصلها لحد المخزن عندك ومن عندك بقى الله اعلم بتروح على فيه كل دا بيحصل ورجالتكم من المؤخزة يعني ما يسووش تلاتة من ليم ماشيين وراها من هنا لهنا لهنا بيرقبوها ويأمنوها ويعرضوا نفسهم ويعرضوكم للخطر انا بقى شايف ان كل دا مالوش اي لازمة قصدك ايه قصد يعني ان احنا مستعدين نقوم بالدور دا مكانكم نبعد عنكم المخاطر دي خالص استلم ونوصل ونسلم يعني من الاخر كثة